النمسا تشهد أعلى عجز في الموليد منذ الحرب العالمية الثانية وتنمو بفضل المهاجرين طب هو حاجة إيجابية للمهاجرين هاي السؤال يطرح نفسه يعني اليوم عم بتقل لك هاي الإحصائيات النمساوية أفادت إحصاءات النمسا شو هنا هي إحصاءات النمسا لا اللي عم يسمعنا الهيئة الرسمية الهيئة العليا الرسمية في النمسا المسؤولة عن كل إحصاءات النمسا بتعد كل شيء هاي شغل تتعد أي شيء بهالبلد بتعده فأفادت الإحصاء بأن 12 ألف شخص ديوفوا في عام 23 أكثر من عدد المواليد طيب شو هالكلام يعني يعني هذه البلاد يا السازم دوح هذه البلاد مع الأسف تنقرد تنقرد هذه البلاد تنقرد بسبب ثقافاتها بسبب عندهم كتير أمورنا الخاصة فبالتالي بيقول لك في تراجع كثير بعدد المواليد من النمساويين وهذا البلد ينمو النمسا تنمو فقط بفضل المهاجرين يعني اللاجئين الموجودين فيها والمهاجرين وما إلى ذلك النمسا تنمو فقط بسببهم طيب بعد عشر سنين إحنا وين بعد عشرين سنين إحنا وين طيب تعايا كارني هامر هل تدرك هذه الحقيقة أن هؤلاء اللاجئين والمهاجرين سيصبحون بعد عشر إلى عشرين عام نمساويون ويشاهمون بالحياة السياسية وينتخبون ويضعون وزير ويخلعون آخر ولديهم أحزاب يعني يا سيد الكريم كل هذه البروبيغاندا التي تفضل عليها بنا وزير الداخلية فليقرأ هذه الأرقام واليعقل نفسه واليعقل أين هو الوضع من يريد التعايش كما قابت بلجيكا وأعتقد هولندا وفرنسا قاموا باحتضان حقيقي لبيئة المهاجرين اليوم تشاهد في تلك الدول بلجيكا تحديدا العديد من السياسيين الأجانب ومن أصول مهاجرة أيضا في ألمانيا في النمسا لا يوجد في النمسا وإن وجد فهو بشكل نادر وإن وجد بيكون فعليا هو يعني بأدنى حالاته من الدفاع على المهاجرين فلتتقبل النمسا حالة الحالة الواقعية لخدوم المهاجرين وتعمل على احتضانهم وتحولهم إلى شركاء في هذا البلد ولا تحولهم إلى أعداء ولا إلى منبوذين ولا إلى مواطن درجة ثانية وسالسة ورابعة هاي العقلانية أستاذ ممدوح أين هي؟ هذا هو اللي إحنا بدنا نحكي عليه هذا هو هذا يعني يا كارني هامر يا جرهات كارنر يمكن بالقوانين اللي بيعملوها دي أو البرامج اللي بيعملوها هي دي بتؤدي للاندماج لن تؤتي شيء لا أنت لسه كنت بترحب بيها زي لا تؤتي بشيء موضوع الاندماج مهلا هذاك شيء آخر يا سيد الكريم الاندماج ما هو ده أما هذا التضييق ليل نهار بدنا نتعامل مع الإرهاب الإرهاب بقصد لإرهاب بشار الأسد وبدنا نراجح وبدنا نعمل وبدنا وبدنا لا اعملوا على إدماج هؤلاء أوجدوا فرص عمل حقيقية أوجدوا برامج تعليم حقيقية أوجدوا برامج اندماج حقيقية بس خلينا وقعين اللي بيحب يندمج وبيحب يكون يعني جزء من المجتمع هو ده اللي بيوصل فأي مجتمع من المجتمعات طالما أنت عندك القابلية وبتسعل ده بتقدر تدامج في دا ليس دائما عندما يكون هنا قوانين ملزمة ملزمة للعمل ملزمة بإلزامية الاندماج أعتقد أن النتائج ستكون أفضل هنا لا يوجد مع الأسف إلزامية بالإندماج وإلزامية بالعمل بشكل حقيقي هم دخلين في الموضوع هم دخلين في الموضوع لكن هل فعلا سيمضوا فيه هل فعلا سيستطيع أن يحتضنوا هذه الفئة لتتحول إلى فئة بناء داخل المجتمع النمساوي هذا السؤال الذي لربما سنجيب بعضنا عليه بعد سنة أو سنتين بعد تغير الحكومة الانتخابات المقبل والتغير المقبل وسنرى هل فعلا لديهم لديهم رؤية حقيقية لاحتضان هذه الفئة أم يريدونهم مستوى ثاني سكان درجة ثانية وسكان درجة ثالثة ورابعة وهم الدرجة الأولى هذا السؤال